والسؤال اللي راه اليوم راه مشكلتين يا سعوما مشكلتين أساسيتين المشكلة الأولى والأساسية والرئيسية هي كيف تم اعتماد هذا القميش الذي يضرب عرض الحائط كل القوانين قوانين الكاف وقوانين الفيفا وقوانين الاتحاد الإفريقي وقوانين الأمن ويضرب عرض الحائط خاصة نعرف 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 الكوميتي أولمبيك راه تأسس عشر سنوات قبل الفيفا يعني الكوميتي أولمبيك هو من أنشاء الفيدرسون انترنسينال دفوتبور وقوانين القوانين اللي تحكم في الفيفا في الكاف في الفاف في توتي الورganيزات دائما وابدا موجود شرط أساسي احترام الشرط أولمبيك الشرط أولمبيك في بندها في الفيفا في الفيفا في الفيفا في الفيفا يقول بساري العبارة نو كمباتران نو حارب نعرف نعرف هذا هو حالة حارب نو حارب كل تنتظر في الفيفا في الفيفا في الفيفا لا لتتخلق العدوة وما حدث هي شعارات سياسية ممنوعة داخل أي رياضة كانت